أنت تتحدث سيدة العقيد عن ترسانة عسكرية لإيران في سوريا هذه الترسانة العسكرية الآن تقصف وتضرب من قبل القوات الأمريكية وأيضاً من قبل الجانب الإسرائيلي هذه الترسانة العسكرية لماذا الآن في سوريا؟ لماذا إيران تحضر أو ترسل أسلحة بهذه الكمية الكبيرة إلى سوريا؟ هل لمحاربة بالفعل لمواجهة إسرائيل فيما بعد؟ أو لإرسالها لحزب الله في لبنان؟ ما الغرض الرئيسي من هذه الأسلحة؟ ترسانها أسلحة وأسلحة عياش ومستودعة عياش وغيرها؟ هذا الشؤال هو الشؤال الأهم الحقيقة أنه للإجابة على هذا الشؤال نذهب نحن إلى إيران ونقرأ رسالة إيران في المنطقة ماذا تريد إيران من هذه الأعمال؟ هل تريد احتلال البلاد العربية؟ بالتأكيد إذا كان لها ذلك لن تقول لا هل تريد محاربة إسرائيل؟ هذه كذبة كبيرة وكل التعاون الشابق مع إسرائيل ينفي هذه الأجابة؟ تعاون بماذا؟ تعاون بين إسرائيل وإيران كيف؟ ألم تقع الطائرة المحملة بالأسلحة في الكريدور المدني التركي ووقعت في الأراضي التركية أثناء الحرب العراقية الإيرانية كانت قادمة من إسرائيل؟ هذه شهدها العالم كله وعندها الخميني ماذا قال؟ قال أنه والله إحنا للشاه ديون على إسرائيل ورفضت أن توفينا هذه الديون تسددها لنا إلا بأسلحة بينما هي الحقيقة كان خط مستمر لتزويد إيران بالأسلحة هذه واحدة يعني هذه التي تم فضحها أما البقية كثير لكن نعود إلى الرسالة رسالة إيران ما هي رسالة إيران بالمنطقة؟ رسالة إيران في المنطقة هي ضرب الإسلام العربي ضرب الإسلام العربي؟ الإسلام العربي يعني ضرب العرب المسلمين كنوع من الانتقام لاجتياح فارس وفتحها وأسلمتها هذه كل رسالة وكل ما يجري الآن كل ما يجري الآن في المنطقة تجد أن اهتمام إيران منصب تماما على هذه النقطة واستعمال الأساليب الخسيسة والرخيصة لأنك إذا رجعت إلى التاريخ تجد أنه من 210 سنوات لم يكن يوجد ولا شيعي واحد في العراق في كل العراق بينما نشرت التشيع وماذا قال الخميني فيما بحث يعني بعد ما صار فيه شيعة كثير في العراق قال لي جماعتك نوع من التقييم والتحذير شيعة العراق سنة وسنة العراق كفار هذه إحدى فتاوى الخميني الآن ترفعها العمائم في إيران بعد أن استعصت عليهم العراق على يد الشيعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر